أكد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين أن القاضيات أصبحنا جزءا من النسيج القضائي داخل المجلس وأثبتنا أن تولي المرأة للوظائف القضائية بمجلس الدولة انتقل من مرحلة التجربة إلى واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر جاء ذلك خلال كلمته خلال أداء 39 قاضية بدرجتين مستشار مساعد ونائب مجلس الدولة اليمين القانونية نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإتارية لم يعد غريبا أو جديدا هذا المشهد الاحتفالي للمرأة المصرية داخل الهيئات القضائية فهذا القسم العظيم الذي أدته 39 قاضية بمجلس الدولة يعد الثاني من نوعه والذي جاء بعد قرار جمهوري بتعينهن في درجتين مستشار مساعد ونائب بالمجلس استمرارا لتنفيذ توجيهات سيادته بإشراك المرأة في العمل القضائي النهاردة كان فيه 39 قاضية جديدة انضمت للعمل في مجلس الدولة نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية وأعتقد أن هذا استكمال مسيرة الدولة المصرية في تمكين المرأة وإتاحة الفرص مبدأ تكافؤ الفرص في المشاركة في العمل القضائي للرجال والسيدات مراسم حالف اليمين للقضيات يعقبه استلامهن للعمل وتوزيعهن على الدوائر المختلفة وسط فرحة كبيرة بعد أن تحولت أحلامهن لواقع عكس استراتيجية الدولة في تمكين المرأة لتحقيق المساواة في التعينات القضائية خاصة أن القرار تضمن لأول مرة تعيين قاضية نائبا بمجلس الدولة كلنا بنشعر أنا وزميلتي بالفخر وبالشرف أن نحن جزء من حدث تاريخي في مجلس الدولة العريق في إنجازات المرأة المصرية والحقيقة أتمنى التوفيق لي والزمالي إن شاء الله نكون قد المسئولية حسب الفخر والامتنان للفرصة التي أتحت لنا طبعا وأتوجه بالشكر طبعا الفضل كله يرجع خالص والشكر والتأدير والامتنان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإتاحة الفرصة للقاضيات بالانضمام لمجلس الدولة تعيين القاضيات جاء بعد إعلان مجلس الدولة أحد أهم الجهات القضائية المستقلة بمصر في فبراير الماضي عن قبول أوراق تعيين خريجات وخريج دفعة 2021 بنفس الشروط المطبقة على الجميع دون استثناء لأول مرة في تاريخ المجلس تعيين هذه الدفعة الجديدة من القاضيات يأتي بعد تعيين دفعة سابقة ضمت 98 قاضية أعقبها اعتلاء أول امرأة لمنصة القضاء ليكون مجلس الدولة شاهدا على عصر ذهبي تتمتع فيه المرأة بأفضل فرص التمكين إعمالا لمبادئ الدستور التي تنص على المساواة وعدم التمييز محمود جميل التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر